بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الـ 52 من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم التعليقات او الكومنتز من اعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. التعليقات من اهم الخصاص الموجودة في الورد واللي هتحتاجها في بعض الحالات. على سبيل المثال انت موجود عندك كلمة عايز تعمل عليها التعليق. التعليق ده ما يتدخلش في المحتوى. انت بتستخدم هنا التعليقات. طيب ازاي بنستخدم التعليقات? بكل بساطة احنا بندخل على قيمة ومنها هنلاقي قبل ما نلاقي انا بدخل مسلا على الجزء ده وبظلله. باعتبار بان ده الحاجة اللي هنا هعمل عليها الكمنت. بعد كده بضغط له فظهر لي هنا علامة ايه اللي انت حابب انك تكتبه هنا مثلا. تأكد من المصطلح العلمي. اصبح عندي الكمنت هنا جاهز وموجودة العلامة بتاعته. اي واحد بيفتح الملف بعد كده بيعرف بان الكمنت ده معمول على الجزء ده. ونص الكمنت بتأكد من المصطلح العلمي. وبتظهر علامة الكمنتات اللي موجودة هنا ولا مجرد ما انت بتحط المؤشر بس عليها بيظهر لك ان الكمنت ده معمول على ايه. الكمنت ده بقدر بقاني استخدمه لو انا مثلا برجع ملف عمله طالب او عمله موظف او عمله اي حد. فبكتب له ملحوظات يعليه بدون ما انا اللي اعدله فيها علشان اوري له ايه الخطأ اللي انت كان موجود عندك. واتعدل الخطأ ده الى ايه. دي ات الطريقة اللي بنعمل بيها الكومنتات. طبعا ما تنساش دايما بقانك تحفظ الملف. طيب لو انا عايز اعرض التعليق. بتعرض التعليق بشكل من الاتنين. لو انت عايز تعرض التعليقات فادية انا ممكن اضغط على الكومنت. فبيتعرض لي التعليق. الشكل التاني بقانك من خلال قيمة هتضغط له على او بقانك تضغط له هنا على فبيتعرض لك التعليقات اللي موجودة بقان في تعليق هنا مجرد ما تضغط عليه هيقول لك التعليق ده يخص الجزء ده. التعليق هنا تاني يخص الجزء ده. فيتعرض لك كل الكومنتات اللي في الملف. لو انا عايز اخفيها بضغط تاني على علامة فبتختفي. ولكن العلامة ديت لا تزال هتظهر في الطباعة. انا بعد ما انتهيت دلوقتي مع من العمل على الكومنتات اللي انا محتاج اضفها على الملف. لقيت بان في كومنت انا مش محتاجه او محتاج احذفه. او خلاص ما عادش فيه داعي لان نعمل التغيير المطلوب فيه. بكل بساطة انت بتفعل الكومنت بتظل المحتوى وبعدين كليك يمين وبتعمل دليل كومنت فبيتحذف الكومنت من عندك ما بيكونش موجود بشكل نهائي. طبعا ما تدساش دايما في كل خطو انت بتعملها بانك بتحفظ. انا دلوقتي عايز ارد على كومنت. هعمل ايه? هفعل الكومنت. هو هنا بيقول لي خطأ املائي لان المفروض في مسافة ما بين لا وكلمة يمكن. فهضغط له على ربلاي. فيزهر له هنا بان في الرد على الكومنت. هكتب له مسلا كلمة تم. وهحط هنا مسافة. فاصبح هنا النص ده خلاص تمت تحت صحيحه. اي واحد هيجي يفتح الملف وهيشوف الكلام ده. هيلاقي بان خلاص الموقف بتاع التغيير ده تم. فنقدر اننا نحزف الكومنت ده يبقى احنا خلاص عارفين بان الحاجة ديت في الملف تمت. طيب انا عايز اقفل الكومنت ده بحسب انه ما يقبلش تعليق. هضغط على الكومنت وهضغط له على الزرار ده. فهيقفل التعليق ومش هيستقبل اي حاجة ممكن تتكتب في التعليق ده. طيب لو انا عايز افتحه تاني نفس الخطوة بعد ما افتح الكومنت هعمل فهيقبل بانك تكتب فيه وتحرر فيه. في الكومنتات هتقابلك مشكلة واحدة بس. العلامة ديت او سواء لو انت عامل شو كومنت الكلام ده بيتطبع داخل الملف. وده شيء طبيعي لان المفروض بان الكومنتات ديت بتبقى على الملف لتحسين الملف ولتتبع ايه الملحوظات اللي موجودة على الملف. فممكن ان انت تطبع الكومنتات ديت. وده الاساسي او الديفولت للكومنتات. بحسب انك تقدر توفر وقتك وتطبع الكومنتات ديت معاك. طيب لو انا عايز الكومنتات ديت ما تطبعش وبانها تكون بس مرائية للي يشتغل على الكمبيوتر. اقدر باني. انا طبعا هاخفي العلامة ديت. طيب انا عايز دلوقتي باني اطبع الملف ولكن من غير الكومنتات. كومنتات كده. فانا بانها هتطبع داخل الملف. طيب. هتيجي من قيمة ريفيو. وبعد كده. وهتشيل علامة الصحي اللي موجودة على كومنت. فهنا هزف لك الكومنتات من العرض. فديت الملف هيتطبع بشكل طبيعي بدون ما تظهر اي كومنت فيه. لو انت عايز تظهرها تاني من نفس الخطوة وهتعم حط علامة الصحي فهتظهر لك. عايز تظهرها بشكل مربع بس. بتضغط على العلامة ديت. ولكن عايز تخفيها للطباعة بتخفيها من هنا. لا يزال الكومنت بتاعك موجود ولكن ما بيزهرش ساعتها في الطباعة وما تنساش في كل خطوة بانك تحفظ الملف. بكده نكون نتهينا من كل ما يتعلق بالكومنتات او التعليقات. بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا بشترككم في القناة.